أما بالنسبة للتحكيم وما أدراكم التحكيم يمكن أنا قناعاتي الشخصية كنت شايف أن طرد أيمن أشرف طرد غير مستحق من وجهة نظري كان فيه صراع على القرى كان فيه صراع على القرى وكان أيمن أشرف داخل لا استخدم سن الحزاء ولا استرزط ولا استخدم أي سلاح في لغة التحكيم لكوع ولا ركبة تستحق فاول تستحق فاول وإنذار لكن فكرة أن أنا عشر ثواني عند تقنية الفيديو وآجي أخد قرار بطرد مباشر لأيمن أشرف انقسمت الأراء طيب كرة أحمد عبدالقادر انقسمت الأراء بس على الأقل الجميع اتفق لأن فيه عرقلة العرقلة دي بقى من على خطة 18 أو من خارج خطة 18 أو أن تقنية الفيديو كانت المفترض تاخد وقت أطول من كده ده ما حصلش لكن حكم الساحة نفسه ما شافش أصلا الواقعة وما شافش أن القرى فيه خطأ لصالح أحمد عبدالقادر واضح جدا ما شافش سواعد مش كوا ساعد بينضرب في وجوه لعبي النادي الأهلي أكتر من مرة تستحق إنذار مش طرد إنذار عشان يكون كلامنا بس واضح وما فيش الإنذارات دي بتخرج ماشي قلنا ما فيش مشكلة عدنا من براد بالميرس نلاقيه كمان في براد تحديد المركز التالت هتقول لي ما مصطفى غربال حكم مباراتين لفريق الجزيرة الإماراتي ما كانش عليه أي تحفظات أنا عندي هنا فيه تحفظ واضح جدا في حكم طرد ليه لعب وتغادع عن عرقالة واضحة فيها شك بنسبة كبيرة جدا إنه ركل الجزاء مش هأكد عليها لكن عقل العرقالة كانت واضحة غير عدم منحه إنذارات لفريق بالميرس فإنه لازم أتحفظ وليه كمان لازم أتحفظ لأن أنا عندي مقطة تانية إحنا بدأنا ندور في تاريخ الحكم ده هو الأمانة ناسي بتقول إنه أحكم كتير في الدور السعودي لا أحكم مباراتين فقط لا غير في الدور السعودي لكن في مباراة من حوالي سنتين كانت بتجمع بين الهلال والأهلي وحصل فيها حالة جدل أصلا الشارع السعودي نفسه اتكلم معنا هو مباراة الهلال والأهلي ركل الجزاء لمست يد واضحة على جمز مهاجم الهلال استدعاء حكم الغار بعد ضغوط من لعبي الأهلي بالضبط خد عشر ثواني عند تقنية الفيديو ورجع قبل ما يدخل خط المرمى ده طبعا كان ضغوط لعبي الهلال عليه إنه يرجع لتقنية الفيديو راح شاف بالضبط عشر ثواني وهو بيرجع قبل ما يوصل لخط الملعب كان بيشاور لا ما فيهاش حاجة يعني أنت المفترض أنت متحمس ليه كده لأنك ما تحتسبش الكرة ركل الجزاء من لمسة يد واضحة هنا من وجهة نظري لازم يكون عندنا شكوك ولازم يكون عندنا مخاوف ولازم يكون عندنا التحفز على حكم المباراة أنا عندي تحفز على أساسا أشياء كتير في تنظيم البطولة منها ده يعني كليمنت الحكم الفرنسي اتكلمنا بشكل واضح عن بعض الأخطاء في المباراة الأهلي أو بعض التحفزات ولكن أنا بكلمك بالعقل أنت عندك قولنا كريسبيس الحكم الأسترالي مرشح لتحكيم النهائي عندنا راباليني الحكم الأرجنتيني البعض بيقول أنه هو مصاب طب مصاب ما استدعيتش حد غيره ليه يعني فكرة أنه أنت حكم هيحكم لك أكتر مباراة أيضا سيزر راموس الحكم المكسيكي حكم من أكتر من مباراة غربال حكم أكتر مباراة طب أنا عايز أفهم هو فيه مشكلة أن أنت قبل البطولة توسع قاعدة الحكام الموضوع غريب جدا أنت ليه بطولة عملها بين عدد من الأندية محدود تقدر تستقدم تقمين ثلاثة حكام من كل قرة أو تخلي عندك عدد على الأقل أنت ضمن أنه فيه حكم تكرر فيه إعادة مباراة في تحكمها وأنت مع ذلك بتصمم أن الحكم يدير ماتش واثنين واربعة يعني الموضوع غريب جدا والبعض النهاردة يطلع يقول أنا متكلمش في نظرية المؤامرة أنا بتكلم في فهمني إيه اللي يدعو أن أنت تعمل ده يعني إذا كان أهلي نفسه لما تكرر له في الدور حكام إحنا طلعنا قلنا كده عندك الحكام الدوليين مريحين ليه بتكرر الحكم إذا كان منطق أنا طبقته على الأهلي نفسه يبقى تقول لي نظرية المؤامرة الموضوع مش طبيعي مش طبيعي بمعنى أن الحكم أنا ما بتكلمش الماتش بكرة عندنا تحفظات قلناها عن المباراة اللي فاتت والماتش بتاعي يوم السبت إن شاء الله إحنا نتمنى الحكم يطلع أفضل حد ولكن إنت ليه أصلا تزنق نفسك كالتحاد دولي في أن إحنا نشوف ده كل شيء غريب جدا حتى مباراة بالمراس أنا ما زلت مصمم أن دي مشكلة كبيرة جدا أن أنت تتيح لفريق عارف أنه حيلعب نص النهائي فجمهوره يروح يحجز التذاكر ويكون مستعد وأنا ما يكونش عندي نفس الفرصة أو نفس الرفاهية أجي في مباراة الهلال تقول لي لا استنى لما المباراة تقلص عشان قطر إيه يا جماعة ده يعني إيه اللي بيحصل في بطول الكاس العالم للأندية إيه الموضوع لو ببساطة أنت عايز بطل أوروبا يلاعب بطل أمريكا الجنوبية خلاص ما تخليها إرجع بقى زي الإنتر كونتيننتا اللي كانت بتتلعب زمان وخلي بطل أمريكا الجنوبية يلاعب بطل أوروبا وريحنا إحنا من الصداع ده بدل ما انت واخدنا كده تدور البطولة كلها لمصالح معينة أو لخدمة فرق على حساب فرق يعني أنا حسنا فعل مسماني وللأمانة برضو بزك تصريح المدرب بتاع الهلال اللي أكد نفس الفكرة وأن البطولة فيها أشياء كتير جدا غير منطقية وغير عادلة ده كان كلامنا عن التحكيم ولكن أيا كان وضع التحكيم زي ما تكلمنا ترجمة نانسي قنقر